في ليل الواحد والعشرين من سبتمبر ايلول الفين واربعة عشر عاشت صنعاء ليلة مرعبة وحزينة كانت ميليشيات الحوثي تتجول في ارجاء العاصمة وتسيطر على مباني ومؤسسات الدولة بصورة درامية سقط اللواء الرابع ومبنى الاذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للجيش وكانت ليلة سوداء في تاريخ اليمنيين صمدت بعض الوحدات العسكرية وصمد بعض المقاتلين المدنيين الذين حاولوا الدفاع عن العاصمة من منطقة شملان وشارع الثلاثين غير انهم طعنوا من الخلف ولم ينتظروا الزمن طويلا حتى طالت لعنة الخذلان كل من وقف خلفها الايام القليلة قبل سقوط العاصمة حملت الكثير من اسرار سقوط الدولة منها ما كشف بعد ذلك من قبل بعض الشهود والاعمال الوثائقية كان العميد الشهيد صادق مكرم وزملائه يدافعون عن صنعاء في الوقت ذاته كان المبعوث الاممي السابق جمال بن عمر في صعدة وبينما كانت الدولة تتهاوى كان بن عمر يسعى لتوقيع ما سمي باتفاق السلم والشراكة في وقت اصبحت فيه العملية السياسية برمتها حبرا على ورق الرئيس هادي لم يكن مغيبا عن كل ما حدث والحديث عن دوره عادة ما يثير اختلاف الاراء مراقبون يقولون ان هادي كان متواطئا مع مخطط اقليمي ودولي يسهل دخول الميليشيا بهدف التصارع مع قوا سياسية محلية بينما ذهب اخرون للقول بان هادي تعرض للخذلان من قبل معاوديه معسكريين والمدنيين وكان المخطط اكبر منه لذا عيز عن فعل شيء اصابع دول اقليمية ودولية كانت بصماتها واضحة في الانقلاب فلم يكن يتخيل اليمنيون ان ميليشيات قادمة من صعدة يمكن ان تسقط دولة لها جيشها وامنها في طرفة عين لكن هذه المهمة تكفل بها الشريك المحلي للانقلاب المخلوع صالح فالحرس الجمهوري الموالي له لم يكن جمهوريا وقت الحاجة فالوقاع اظهرت انه وبقية الوحدات الموالية للمخلوع قاموا بعمليات الاستسلام والتسليم بين الحوثيين وبين معسكرات الدولة ومؤسساتها المدنية خارج العاصمة وداخلها بعد عامين من الانقلاب ترزح صنعا تحت ليل اشد وطأة من ذي قبل قمع وارهاب وخطف وتعذيب وتكميم اعلامي تقوم به ميليشي الحوثي والمخلوع ضد اليمنيين اما الجرعة التي كانت يومها ذريعة الميليشيا اصبحت اليوم مزحة ثقيلة يعاني منها كل اليمنيين اشتركوا في القناة